وبمناسبة الاحتفال بالذكر الثالث والعشرين من يوليو وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن 499 سجينا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفوة يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقبية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدورة التنفيذي لأسليب الإفراغ عن المحكوم عليهم الذين تم تأهلهم للانخراط في المجتمع جاء الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة محملا بالفرحة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من من تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي فقد أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 499 نزيلا تنفيذ للقرار الجمهوري رقم 265 لعام 2023 بشأن الإفراغ عن بعض المحكوم عليهم من من تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان للهما بالصنع دي هقدر أعيش هقدر على الحمل التهي وهرد للبلد الجميل وأقدر أخط المستحيل اللجان التي شكلها قطاع الحماية المجتمعية لتحديد من تنطبق عليهم شروط العفو انتهت إلى الإفراغ عن هذا العدد بعد أن تم تأهيلهم وإصلاحهم وفق منظومة عقابية حديثة تطبقها وزارة الداخلية وتراعي فيها كافة معايير حقوق الإنسان أشكر السيد الرئيس على اهتمامه بينا والحمد لله أنا مبسوط أن أنا خارج إن شاء الله في 23 يوليو أنا لسمعت اسمي دي في العفو كنت مبسوط جدا قلت أرجع لأهلي وأبدأ حياة جديدة وعدت بينه بالنفسي وقلت مش أعمل غلط تاني أنا مبسوطة جدا طبعا أنا خارجة لعيالي وبشكر سيادة الرئيس جدا 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 وربنا يخلي لنا بسطت اللي أنا طالع لأسوتي وطالع لعيالي والحمد لله بسطت جدا وألفا شكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيس أقام قطع الحماية المجتمعية احتفالية كبيرة للمفرج عنهم بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان عبروا خلالها عن سعادتهم بالقرار الرئاسي الذي يعد فرصة لهم لبداية حياة جديدة في ضوء ما اكتسبوه وتعلموه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء على المستوى التعليمي أو المهني بما يمكنهم من الاندماج في المجتمع أنا في صراحة تعلمت منهم إزاي ردت بحياتي ونظم حياتي بعد المخرج جيت وعشت وتعاملت مع الناس كلها هنا كويسين في مطلح ترام وفي تلزق وكمال أكتر حاجة تعلمتها لأتزم وإزاي تعال مع الناس برا يعني أنا أول ما كنت شعبا تعامل اشتغلت في مصر عن ندارة هنا هوتي تعلمت فيه وإن شاء الله بعد ما ربنا يكرمني إن شاء الله برا إن شاء الله هطلع كمل اللي تعلمته هنا إن شاء الله بإزن الله أنا الحمد لله أنا وجد صناعية من زمان في مغبز وبرضا كان اشتغلت في مغبز شوية فأنا بردك إن شاء الله هطلع أشتغل في صناعية تاني بإزن الله هلتزم وشوف يعني أسورتنا كنا ونمشي كويسين بإزن الله وربنا يسترع علينا إن شاء الله طبعا صنع يعني كويسة جدا إن أنا أتعلمتها هنا في التهيل ولما أخرج برا إن شاء الله هفتح الورشة دي وهكسب بقى من عرق جبيني دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان من الأمان بس أنا عادي هقدر أعيش هقدر على الحمل التهيل استقبل أهالي المفرج عنهم أبناءهم بفرحة كبيرة عقب خروجهم من بوابات مراكز الإصلاح والتأهيل موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على هذا القرار شايف العفو الرئاسي بداية على حياة جديدة وهو تغير نفسيا من معاملته في مركز التأهيل وإن شاء الله سيكون بداية جديدة وهيكون بداية خير وأمل لي ولكل اللي طالعين النهاردة وإحنا بنشكر كل اللي موجودين هنا وبنشكر سيادة الرئيس أنه أعف عنهم النهاردة وطلعهم ما كنتش منتظرين أنه غير يخرج دلوقتي بصراحة بس يعني ربنا يكرم الجميع إن شاء الله وماصر دايماً عمران وبالخير إن شاء الله والحمد لله ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيس وبنشكر الناس اللي جامت بكل المجهود وبالعفو الرئاسي وحسيت فعلاً أن ابن عم تغير وأنه بيجو أسلوبه كويس هكذا تسعى المنظومة العقابية نحو إصلاح وتأهيل النزلاء وفقاً لمعايير حقوق الإنسان ليتسنى لهم سرعة الاندماج في المجتمع عقب الإفراج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل والتي أحدثت نقلة نوعية وإنسانية في السياسة العقابية التوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للنزلاء لبداية حياة جديدة بعد أن تم تأهيلهم وإصلاحهم وفق برامج إصلاحية حديثة في مراكز الإصلاح والتأهيل التي جاء إنشاؤها تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله بركات التلفزيون المصري